طيب احنا فريق الاعداد اختارينا مجموعة من الصور رح تظهر امامك وريد تعليقك بشكل بسيط بمناسبة بمناسبة السلبي ولا شوي قاطعك بهذا الجانب هي الناس بشكل عام تعشق الشيء السلبي الامانة يعني يعني ستليهم مثلا المتقاعدين بس تخاف مننا في نفس الوقت هم يعشقون يعني بالمناسبة هذا الداعتش لكي هذا انتطيك فد ملخص اني عندي اكثر بعد طيب انتطيك ملخص المفيد بس هم الناس تعشق السلبي يعني مو بيدن هم يردون السلبي يسمعون عننا للأخبار طيب السيد محمد الشيع السوداني رئيس الوزراء لا يواجه يعني متاعب كل شيء كثير هاي السنة وعلي الحذر نعم وهي فترة مرحلة خلي نقول يعني اختبار اختبار ذات السيد الحلبوسي أيضا يواجه متاعب واحتمال كبير يعني يستقيل طيب باحتمال كبير يعني ومواجهات كثير رح اصرال يعني ضغوطات كثيرة سماحة السيد مقتدى الصدو السيد مقتدى رح يظهر بأشكال مختلفة يعني مو باتجاه واحد خلي نقول بأشكال مختلفة لكن سيطة رح يدع من جديد وممكن بصفحات يعني عالمية نعم السيد المالك المالكي رح تحاك عليه كثير من الإشاعات لكن قادرة على أن تجاوزها ورح تكون عنده قيادة جيدة في نهاية العام بالأخص طيب السيد الكاظمي السيد الكاظمي يعني رح يكون أمام القضاء أتمنى يطلع من يعني خلني نقول الاتهامات اللي عالية بايدن بايدن أتوقع له هذه السنة خارج يعني إما مراض أو فاتشي بس يكون خارج السلم أو كرسي الرئاسة طيب ترامب حادث طائر طائر أو حادث يعني طائر أو حادث أتوقع هل مرشح لفتر رئاسي لا نعم اللي بعد بوتين يخاف عليه من الخطر يأز هذه المعركة اليوم خطر يخاف عليه من مقربين إلى خطر شخصي أي طبعا خطر شخصي للاغتيالة وكذا طيب الأعلامي الزميل نجم ربعي يعني يعني هو نجم ونجميته بعد أكثر وأكثر إن شاء الله لا لا إن شاء الله يعني أشعر أكو فد أكو تسليط أضواء أكثر يعني في خلال هذه السنة نجاح طبعا طبعا نجاحات أكثر وأكثر إن شاء الله هو نجم ونجم رح يصير بعد أكثر إن شاء الله نعم الأعلامي أحمد البشر محاروات كثيرة عليه بسبب يعني وله الرجل الذي يتحدث عن أمور يعني 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 الدستور يكفلها لكن أتوقع رحي يعني ضغوطات كثيرة عليه ممكن يعني برنامج يتوقف لفترة معينة ممكن طبعا ممكن السنة القادمة يتوقف بسبب الضغوطات اللي عليه لكن أنا أتوقع علي نجومية أكثر وأكثر نعم أنا بالمناسبة توقعت لي يمكن بالألفين أو قبل يعني كم سنة توقعت له أنه يبرم اتفاق مع فضائية وبرم مع السومرية وبعدين توقعت له مع فضائية مو عراقية يعني عربية وعمل مع الدويتشافيلا نعم فضغوطات رح يحصل عليه بس هو يقدر يتجاوز هذه المحنة إن شاء الله طيب ميسي هاي السنة رح يتزل بعد مباراة معينة رح يتزل هاي السنة يعني بشكل رسمي بشكل رسمي هاي السنة طيب كريستيانو يعني المشكلة هو برأس بكأس العالم دوره ما كان الدور البارز يعني والمشكلة بأوروبا اليوقع ما يقوم فأنا أتوقع لأنه يخرج من الانديا الأوروبية يعني نهايته ما يخرج يعني خلاص هو الأوروبا اليوقع ما يقوم يعني خلاص طيب الفنان كابم سهر يعني ضغوطات كثيرة وآن يتمنى للصحة والعافية على الجانب الصحي ممكن يتأثر طيب رحمة رياض وزوجها العام الماضي توقعت توقعين ليس أتذكر يعني رحمة رياض كان التوقع يعني توقعتها توقعين صدمة عاطفية قد تكون العلاقة انفصالة أو ماذا يعني ما أتمنى بسوأ توقع حدث يعني ونجاحات نجاحات كثيرة طبعا النجاحات صارت يعني يعني نتمنى أنه توقع التوفيق إن شاء الله هذا العام إن شاء الله أصالة وزوجها لا أتوقع أكو إشكاليات معينة وهي أصالة بالذات رح تكون عندها إشكاليات هذه السنة احتمال تكون عن جانب العملي على جانب الشخصي 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 أكثر الشخصي غادة عبدالراسق غادة عبدالراسق نفصلك للمرة الثانية عشر هذه السنة الماضية لا رح تتزوج بالمرة الثالثة عشر في هذه السنة بالألفين وطلع طيب نتمنى أن نكون لخصنا كل هذه التنبؤات والتوقعات بشكل سريع للسنة القادمة إذن نشكرك المتنبؤ العراقي الأستاذ سينما متخصص في البراسايكولوجي والمورائيات شكرا لوجودك ويانا شكرا لحظتك شكرا للجميع عام سعيد إن شاء الله وكل عام توقع للجميع